وربي طفلي أو كيف أتعامل مع هذا الطفل ويمكن الدكتورة نعيمة لها كتاب أو علوان مهم جدا على جزئين أو أكثر ربما طفلك وأنت أو طفلك وأنت يعني ربما للأتنين للأتنين طبعا الأب لا نستسني أحد منه ده حبيت تقولي إيه من خلال العنوين المهمة دي نعم هناك دعني أقول أن الأباء والأمهات أحيانا بينظروا لهذا الطفل لأنه الحين أنا يدوب ينله بأكله بشربه بنيمه وبجيب له تياب حلوة وباخده على الملاعب وبس وبعدين بعلمه لا التعليم يومي التعليم تراكمي القيم تأتي بالتراكم لما يشوفني ما بكذب أكيد ما هيكذب لكن لما يشوفني على التليفون بقوله بقوله قوله صاحبتي أن أنا مش موجودة وأنا موجودة سيجدها سهلة بعد ذلك أنه يقولها لذلك علي على الأم والأب أن يوجدوا طريقة أنه الولد يعني يرى القيم في سلكياتهم معه حتى يأخذ هذه القدوة منهم الأم والأب أسهل شيء عليهم أنه يجيبوا ابنهم ويتكلموا معه خلي بينك وبين الولد صداقة لأنه الصداقة من الصغر وكلموا على أنه كبير يعني لو الولد بغلط في الحروف مثلا في أي حرف بلده في حرف الراء مثلا ما تقلده ما تقوله ما تصير يعني تاخد كلامه وتتكلم مثله لأنه في هذه الحالة الولد ما حيتطور حيضل زي ما هو لكن أنا بكلمه كرجل كستة كبيرة اذهبي وافع لي كذا أو هاتي كذا أو أنا بكلمك لأنك أنت شاطرة أنك فاهمة أنا بكلمك أنه عيب نعمل كذا أو مش عيب نعمل كذا أو إلى آخري هناك طرق كثيرة للتعامل مع الأطفال